السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد في قناة شهوة اسما اليوم ان شاء الله نقدم لكم مني بطبط ناجح مئة في المئة مع اسرار النجاح دياله باش كي يجينا من فوق وخاوي من الداخل وكذلك طريقة الاحتفاظ به في المجمد وايضا غنقدم لكم واحد الحشوال لكي تجي اكتر من رائعة المهم نخلكم مع المقادر وطريقة التحذير وفرجة ممتعة ستستarm لو هنا خمس كقوس داخل دقيق الابي generals كما كيف اشوفه معايا جهنا هنا ثلاث كقوس دائل داقيق الفن ويجende ممكن نفس الكميه ديال الدقيق علفف القوص الإنتج Learning 1 غور البولJA Segundo سأجمد عمل process less than other ore Ч subs مصالة المض ia لانالذ algunas لازالين وهنا هنا مكترس الملف أنزل لترجم الابقى transformer كبيرة الى داقيقف النسجح كما تشوفوا عندي القليل من الملح اذا كنزيدو القليل من الملح وكنزيدو ملعقة كبيرة ديل خميرة الخبز اذا على هات الشكل كما كتشوفوا اذا كنحاول نجمع هاد المكوينة هادو بالماء اذا الماء دروري خاص يكون عدنا الماء دافئ اذن كما كنتشوفو بالنسبة للماء كسب رهاب الكميه ديال الدقيق اذا نعجنوا العجين الياننا كما كنتشوفو اذا كان بداو نزيدو الماء شوية بشوية و pounding نجمع العجين حتى تجمع لنا نزيد الماء نستمر بنفس الكيفية حتى نجمع العجين نزيد الماء ونجمع العجين نحاول نجمع العجين نجمع العجين عجين نزيد الماء نزيد الماء نجمع العجين ديالي على هات الشكل كما كتشوفو اذا كنحاول نجمع العجن ديالي اذا كنجمع العجن وكنديرو ليه شوية ديال السيت النباتية غير من الفوق من تحت شي شوية باش ما يلسقش لينا كما كتشوفو على هات الشكل اذا كنحاول نغطيوه بشي بلاستيكا اذا كنغطيوه بشي بلاستيكا كما قلت لكم وكنديرو فوقوشي من ديل يكون نقي كما كتشوفو وكنخليوه يرتاح اذا حتى كيرتافع الحجم ديالو او كينتافخ الحجم ديالو كما كتشوفو اذا غنخليو عفوا غنخليو العجن ديالي يرتاح لمدة نصف ساعة اذا كما كتشوفو اذا من بعد مدازة نصف ساعة كما كتشوفو هذا هو القوام ديال الخالط ديالي اذا كنحاول نحايد منو هذك الهواء اللي الداخل على هات الشك ما كتشوفو معايا اذا كنحاول نحايد منو الهواء اذا كنقصم الكورة ديالي الجوج باش كتجيني سهلة ممكن تقسموها اكتر من جوج كيبقى ليكم الاختيار اذا كنحاول نقصم الخالط ديالي انا قصمته غير الجوج اذا الى اجزاء وغنشد الجزء الاول او الكورة الاولى وغنحاول نطلقها كما غتشوفو معايا اذا غنحاول نطلق الكورة الاولى ودروري نستعنو بالدقيق اذا كنرشو الدقيق الابيض فوق سطح العمل كما كتشوفو معايا على هات الشكل اذا وكنحط الكورة ديالي كما قلتكم او العجين ديالي وكنحاول نطلقه اذا على هات الشكل في الاول كنحاول نطلقه بيدي كيجبني انا في الاول نستعن بيدي على هات الشك كما كتشوفو ومن بعد كنشدلك كنحاول نطلق به او نستعن به كما كتشوفو على هات الشكل إضاً إضافة الاجين بسيان كما ستجدوا معايا إضاً سنحاولدي للوزف و في نفس الوقت لا تجد إضافة عجين بسيان إضاً على هات الشكل وفي نفس الوقت لا تجدوا اذا من بعد ما نطلق العجن ديالي مزيان على هاد شكل كناخد هاد دوائر على هاد شكل كما كتشوفو ممكن ناخد هاد دوائر ممكن تستعنو الى ما كانش عنكم هاد دوائر ممكن تستعنو بزلافة او كاس كما كتشوفو وتقطعوا قطع صغيرة على هاد شكل دائرية كما كتشوفو اذا نحاولو نهزوهم بشوية ونضيروهم فشي فوق شي من ديل كما كتشوفو على هاد شكل باش يرتاحوا لينا اذا نحط جميع الدوائر ديالي او جميع البطبط ديالي على هاد شكل كما كتشوفو معايا وكنخلي وهي يرتاح احتكي تنفخ لنا الحجم ديالو كما غاتشوفو معايا اذا نخلي وهي ينتفخ لحجم ديالو كما شتو معايا وغندوزو نوجدو الحشوة اذا كما كتشوفو بالنسبة للحشوة اللي غنستعمل معاكم اليوم اذا كتبقى اختيارية كما شتو اذا انا استعملت هنا جوج خزوات مبشورين على هاد شكل كما كتشوفو معايا اذا استعملت هنا بطاطة مسلوقة على هاد شكل كما شتو قطعتها قطع على هاد شكل كما شتو معايا اذا وكنزيدو كاشير اللي قطعتو احتهو على هاد شكل ابشرتو عفوا على هاد شكل وعدنا هنا البيض مسلوق احتهو مبشور اذا الحشوة كما قلتكم كتبقى اختيارية يعني ممكن تزيدو ممكن تنقصو اذا هنا عدنا شوية ديال فخوماج الاحمر كما كتشوفو على هاد شكل اذا ومن بعد غنزيدو علبة ديال الطون كما كتشوفو اللي حيت منها الزيت ديالة طبعا اذا كما كتشوفو معايا اذا ومن بعد غنزيدو القليل من الخل اذا كما كتشوفو دا بغنزيدو الفلفل الاسود وغنزيدو المايونيز بالنسبة المايونيز هو المايونيز اللي حدرت معاكم المايونيز منزلي كيجي اكتر من رائع اذا كنحاول نخلط المكونات مع بعضياتهم احتى اندمجو لي مع بعضياتهم كما كتشوفو على هاد شكل كما كتشوفو معايا اذا من بعد كنزيدو القليل من المايونيز كما كتشوفو على هاد شكل كما كتشوفو باش اندمجو لي مع المكونات مع بعضياتهم اذا على هاد شكل اذا هذه هي الحشوة اللي حدرت معاكم اليوما كنتمنى انها تنال اغجاب ديالكم وتجربوها وتردو عليها في لي كومنتيغ اذا دا بندوزو للبطبوت ديالنا كما كتشوفو البطبوت ديالنا انتافخ كما كتشوفو عليها تشكل اذا دا بغن ديرو المقلة ديالنا تسخن اذا كما كتشوفو غنحطو البطبوت ديالنا بشوية يعني دروري نحطوه بالمهل بش ما يتنفخش بش ما يتفش Germana كما كتشوفو تنفخ كما تشوفو على هات الشكل. اذا استمر بنفس الكيفية كما تشوفو. بالنسبة لي انا هنا اضهنت بالقليل من الزيت غير باش يعطيني هادك اللون الدهابي حس كيرجبني البطبط يجي شوية يعني يجي فهل لون دهابي ما يجيش بياض كما تشوفو يعني الزيت كيبقى اختياري كما تشوفو على هات الشكل اذا غنستمرو بنفس الكيفية كما تشوفو اذا نديروا البطبط ديالنا وكان قلبو فيه على هات الشكل كما تشوفو اذا لا تفشت لنا او تقبت لنا شي واحدة كما قلتكم ما تستقش لنا البطبط ديالنا اذا عليها نحاولو نهزو البطبط ديالنا غير بالمهل ونحطوه فوق المغلة اذا عليها تشكل كما تشوفو اذا غير كيتحمرو لينا من جوج جوانب كنهزوه وكان عاودو نحطو بطبط اخر كما تشوفو اذا عليها تشكل اذا كندهنوه بالقليل من الزيت كما كتشوفو معايا قوتكم كندهنوه بالقليل من الزيت غير باش يعطيني هذيك اللون الذهبي اللي قوتكم اذا كنستمرو اذا حتى كنسالو البطبط ديالنا كامل اذا من اللي كتخوا المغلة عاوديني كنعودو نديرو بطبط اخر كما كتشوفو على هات الشكل اذا كنقلب البطبط ديالي من اللي كينتافخ اذا غير كي يبدأ ينتافخ كنقلبو اذا كنستمرو بنفس الكيفية حتى كنسالو جميع مني بطبط ديالنا كما كتشوفو اذا كنقلبو فيهم على هات الشكل اذا كما كتشوفو اذا كنحاولو نديرو شمين ديل ونغطيوه به باش يبقى لنا الميني بطبط ديالنا زوين وما يقصحش لنا كما كتشوفو اذا كنستمرو بنفس الكيفية حتى كنسالو البطبط ديالنا كامل اذا كنديرو بسيس باش يضينا هات الشكل لون الدهبي اذا من بعد ما غنسالي البطبط ديالي كامل كما كتشوفو هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفو كي جيزوين بساف وهشيش كما كتشوفو اذا بغنسالو باش نعمروا اذا كما قلتكم دا بغنسالو باش نعمروا البطبط ديالنا كما كتشوفو مني حليتو اذا من الداخل كما كتشوفو كي جيه شيج وخاوي كما كتشوفو على هات الشكل اذا الغن غنعود نحل وحد اخر احداكم مشتشوفوها مزيان اذا beatenming Ambah بالمقاس او بالموس على هات الشكل إذا كما كتشوفو كيجي خاوي من الداخل على هاتشكل كما كتشوفو معايا إذا كيجي زوين بساف كنتمنى أنكم تجربوا هات البطبوت وتردوا عليا كما كتشوفو كيجي شيش بساف إذا ده بغن ندوز باش نعمر البطبوت ديالي أو ميني بطبوت ديالي بهات الحشوة اللي حضرت معكم اليوم اللي كتجي حشوة أكتر من رائعة خصوصا هات الخزو كيعطيها واحد لمادق رائع كما كتشوفو إذا كنستمر كنعمر الميني بطبوت ديالي بهات الحشوة إذا كما كتشوفو معايا على هات الشكل إذا ممكن هنا تستعملو إحتى الخاص يعني ممكن تزيدو الخاص أو تكتافيو غير بهات المكونات أو ممكن تنقصو إذا ما كاش متوفر عندكم شي حاجة يعني لكم الاختيار إذا كنعود نعمر كما كتشوفو الميني بطبوت ديالي كما كتشوفو معايا حتى كنسالي الحشوة ديالي عفوا إذا كما كتشوفو معايا مني كنسالي الحشوة ديالي بطبوت آخر أو ميني بطبوت آخر غنحتفظ به في المجمد إذا كما كتشوفو على هات الشكل كيجي أكتر من رائع كما قلتكم كيجي زوين بالساف إذا دا بغندوز نوريكم الطريقة الاحتفاظ به في المجمد إذا كما كتشوفو كنسدفو على هات الشكل كما كتشوفو وكانستدع له مزيان وكانديرو في المجمد ومني كنحتاجو كنجبدو قبل ومن بعد كنعاود نفتحو ونعاود نستعملو إذا كما كتشوفو هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوت ديالي كيجي لدي تبني بالساف كما كتشوفو كنتمنى أنه إينا الإعجاب ديالكم وتجربوا هذه الوصفة وتشاركوها مع أصدقائكم وعائلاتكم وتشجعوني وإذا أعجبكم ما تبخلوش علي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصل لكم كل جديد إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا